وصل مجلس النواب برئاسة المستشعر الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ وشهدت الجلسات العامة على مدار اليومين السابقين إلقاء بيانات من تدراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهم وزراء الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعدل والخارجية والهجرة فضلا على الاستماع لكلمات أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع القانون ترجمة نانسي قنون